موسيقى مشاهدين العزاء أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الفريضة الضائعة استكمالا لمشوارنا الذي بدأناه معا في برنامجكم فإننا اليوم سنكون في إحدى الخطوات الأهم فيما يخص ميرات المرأة ومن ذلك تعريف الميرات وبيان أصحاب الفروض وحصصهم وبيان إجراءات حصر الإرث وأهمية هذه الخطوة لذا يسعدنا أن نرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ جاد الجعبري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي أهلا وسهلا بكم معنا بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني بداية لك وللإخوة المشاهدين الأكارم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك بداية فضيلة الشيخ دعنا نوضح للجمهور وللمرأة الفلسطينية ما هو تعريف الميراث أو التركة وما هي الحقوق المتعلقة بالتركة قبل تقسيمها يعني عرف الفقهاء الميراث أو التركة أنه ما يتركه الميت من أموال وحقوق يستحقها بموته الوارث الشرعي أما الحقوق المتعلقة بهذه التركة فهي على التالي أولا تكفين الميت وتجهيزه وفق أحكام الشريعة الإسلامية كل إنسان يتوفى لابد من مصاريف تدفع لتجهيز هذا الميت من كفان وتغسيل وما إلى ذلك وحتى قد يكون عمل وليم من هذا المال إذن أولا تجهيز الميت وتكفينه الأمر الثاني هو قضاء ديونه إن كان مدينا فإذا توفي الإنسان ولأحد الأشخاص دين على هذا الميت يستطيع أن يطالب قبل تقسيم التركة بالمال الذي له على هذا الميت إذا أخذ هذا الحق مباشرة من الورثة فبها ونعمات وإما أن يتوجه إلى القضاء الشرعي ويطلب هذا الدين من خلال دعوة مطالبة بدين على تركة دين على تركة نعم الأمر الآخر بعد قضاء الديون هو تنفيذ الوصية إذا كان هذا الميت قد أوصى لمؤسسة معينة أو لفرد أو لأحد الأشخاص بوصية فيجب أن تنفذ هذه الوصية بما لا يزيد عن ثلث التركة والأمر الرابع هو توزيع التركة على مستحقيها من الورثة نعم دعنا نقف عند موضوع الوصية بداية الوصية هي لثلث التركة وأيضا بموافقة جميع الورثة تنفذ الوصية لغير الوارث بما لا يزيد عن ثلث التركة أما إذا كان لوارث فلا وصية الوارث إلا أن يجيز الورثة إذا أجاز الورثة لغير الورثة أن تكون هذه الوصية لأكثر من الثلث فتنفذ بحق من أجاز هذه الوصية فضلت الشيخ حكينا عن أصحاب الفرائد دعنا نوضح من هم أصحاب الفرائد وما هي حصصهم من الإناث والذكر يعني أصحاب الفروض كما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى هم أربعة من الرجال وثمانية من الإناث أما من الرجال فهم الزوج والأخ لأم والأب والجد وأما من النساء فهن الزوجة والأخت لأم والأم والجدة والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب ذكر ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أولا النصف وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع نصيب البنت في قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ونصيب الزوج في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ونصيب الأخت في قوله تعالى إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك والثاني وهو الربع وقد ذكره الله تعالى في موضعين نصيب الأزواج في قوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع ونصيب الزوجات في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ونصيب الزوجات في قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ورابع هذه الأشياء التي هي الثلثان وقد ذكره الله تعالى في موضعين نصيب البنات في قوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ونصيب الأخوات في قوله تعالى فإن كانتا ثنتين فلهما الثلثان مما ترك وخامسا الثلث وقد ذكره الله تعالى في موضعين نصيب الأم في قوله تعالى فلأمه الثلث ونصيب أولاد الأم في قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ونصيب الأبوين في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس نذكر هنا السدس وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة مواضع نصيب الأبوين في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس ونصيب الأم في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس ونصيب أولاد الأم في قوله تعالى أي الإخوة لأم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس هؤلاء هم أصحاب الفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أربعة من الرجال وثمانية من النساء ذكرت قبل قليل آية من القرآن الكريم وهي الكلالة دعنا نوضح الجمهور معنا للكلالة إذا أمكن يعني الكلالة كما هو موضح في الآية الكريمة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس أي هو الذي ليس له والد ولا ولد نعم أشكرك فضلة الشيخ الآن تبين وتوضح أن أصحاب الفرود هم ثمانية من النساء وأربعة من الرجال الخطوة الأولى من أجل بدء بالتقسيم هي عملية حصر الإرث في المحكمة الشرعية دعنا نوضح معنى أو تعريف أو ما المقصود بحصر الإرث يعني حصر الإرث هي الحجة التي يحصل عليها الورثة من المحكمة الشرعية مبين بها الأسهم الإرثية والحصص الإرثية من خلال قواعد فقهية وحسابية مبين بها نصيب كل واحد من الورثة نعم إذن هذا هو المقصود بحصر الإرث والذي يعمل به في المحكمة الشرعية نعم سننتقل إلى تقرير لكن قبل هذا التقرير سنتقل الآن إلى فاصل مشاهدين الأعزاء ونعود بعد ذلك لتفصيل أكثر في إجراءات حصر الإرث شاهدين الأعزاء أهلا بكم من جديد فضلت الشيخ سنتقل الآن إلى تقرير توضح لنا ما هي آليات حصر الإرث إجراءات حصر الإرث إجراءات حصر الإرث المعمولة بالمحكمة الشرعية وهذا التقرير نوضح للمشاهدين أنه تم في محكمة رام الله بسم الله الرحمن الرحيم هنا يتوجه طالب الاستدعاء حصر الإرث إلى المحكمة الشرعية أول ما يقوم به يتوجه إلى كاتب العرائض للحصول على استدعاء مبين به أسماء الورثة للمورث هذه محكمة رام الله والبيرة الشرعية توجهت هذه الأخت إلى رئيس قلم المحكمة الذي يدقق الاستدعاء ويقوم بعرضه على قاضي المحكمة الشرعية وبدوره يحول هذا الاستدعاء بعد تدقيقه إلى رئيس قلم المحكمة لتدقيقه وتقسيمه وفق الأنصبة الشرعية هنا تأتي المستدعية في موعد آخر وتأتي بالشهود للشهادة على حصر الإرث يستمع القاضي الشرعي لشهادة الشهود الذين أحضرتهم المستدعية وبعد كتابة التقرير يرسل هذا الاستدعاء إلى أمين الصندوق لاستفاء الرسم المقرر له وفق القانون ومن ثم يتوجه أمين الصندوق إلى كاتب المحكمة هذا الكاتب يقوم بتسجيل حصر الإرث في السجل الخاص وطباعته ومن ثم يوقع عليه القاضي الشرعي ويستلم المستدعي حجة حصر إرث شرعية موقعة ومحتومة حسب الأصول لمبين بها الأسهم الشرعية وليستعمالها في الحصول على الحق الشرعي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى فضلت الشيخ هذا التقرير رائع جدا الذي يوضح ألية حصر الإرث هنا تم التوضيح بشكل كامل للأخوات والأخوة لأي شخص يود أن يقوم بحصر الإرث في محكمة رمالله لكن كل هذه الإجراءات هي كما تم توضيحها سهلة وسلسة وواضحة ولا لا تعقيدات فيها ولا حتى هناك أمور مطولة مثل بعض المواطنين يشتكون من بعض الدوار الحكومية أن هناك إجراءات طويلة وساعات ينتظرون لكن كما شاهدنا أن الأمور مشت بسلاسة وإلى ذلك يعني استدعاء حصر الإرث يعني يحتاج إلى مدة ليست بطويلة عند هذا تقرير مختصر هناك مدة يأخذها القاضي الشرعي ومن خلال تحويل المعاملة إلى رئيس القلم الذي يقوم بدوره بتدقيقها وتقسيمها وفق الأنصبة الشرعية كما سلف الذكر وأيضا يذهب المحضر المحكمة لتعليق نسخة على المسجد في الحي الذي تعود له هذه المستدعية أو مكان التركة بعد ذلك تأتي بشهود كما هو مبين في التقرير وموضح ويتم الاستماع لشهادة هؤلاء الشهود يعني قد تستغرق عشرة أيام ليس بأكثر من ذلك نعم صحيح دعنا نوضح أهمية كل خطوات التي تم شرحها قبل قليل يعني مثلا ما أهمية حصر الإرث بداية يعني حصر الإرث هو بيان للأسهم الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى من خلال حصر الإرث الذي يحصل عليه الوارث يستطيع المطالبة بالحقوق الشرعية التي له مع باقي الورثة إن كان هناك اتفاق من خلال قسمة رضائية ينظمون الورثة هذه القسمة وإذا حصل هناك خلاف ممكن أن يلجأ إلى استدعاء ضبط التركة وهو ينظر أمام القاضي الشرعي في المحاكم الشرعية الموجودة في فلسطين يبين ويوضح من خلال ضبط التركة القاضي الشرعي ومن خلال استقراء وبيان من خلال المداولات التي تحدث في الجلسات والمراسلات التي ترسل إلى المؤسسات الرسمية مثل الطابو والمالية وما إلى ذلك يتم من خلال ضبط التركة معرفات الأملاك التي تركها المورث والنقود إذا كان هناك نقود من خلال مراسلة البنوك أيضا فيوضح ويبين لكل وارث من الورثة ما هو نصيبه الشرعي وحصصه الإرثية التي آلت له إرثا عن مورثه من خلال ضبط التركة هذه فضلت الشيخ من يستطيع أن يقوم بعملية حصر إرثة؟ أي شخص من الورثة؟ أي وارثة من الورثة البالغين الذي تجاوز الثامنة عشرة من عمرين لأنه بعض الأحيان ممكن يكون عدد الورثة أربعة أو خمسة أو تنين مثلا وأحد الورثة ما بده يقوم بالتقسيم بده يترك الأمور على ما هي عليه أي شخص من الورثة يستطيع التوجه إلى المحكمة الشرعية وطالب حجة حصر إرث موضح فيها الأسهم الشرعية فضلت الشيخ ننتقل الآن لدور المحكمة الشرعية في موضوع التخارج لكن قبل ذلك ما هو تعريف موضوع التخارج؟ يعني نعرف موضوع التخارج بأنه بيع حصص إرثية من وارث لوارث آخر موضوع التخارج هو موضوع مهم من خلال هذا التخارج المعمول به في المحاكمة الشرعية كان بعض الورثة في السابق يعني يحتالون على بعض الورثة الآخرين يعني قد يحتال واضع اليد على تركة مورثه بأن يجبر بطريقة أو بأخرى ولو عن طريق الحياة بعض الورثة وخاصة للأسف النساء بأن يتنازلن عن حقوقهن الشرعية مقابل شيء بسيط من الأموال ومبالغ زهيدة وقد يعني يكون مجرد أنه دعاها إلى وليمة ويمارس أنه هو الأخ الأكبر وهو الذي يشكل لها السناد والعزوة فيقوم بالتحايل على هذه الأخت ويقنعها بأن تتنازل عن حصصة الإرثية كما ذكرت كان في السابق يأتي إلى المحكمة الشرعية هي لا تعلم في معظم الأوقات قيمة التركة التي تركها لها هذا المورث وتريد أن تحافظ على هذا الأخ وهذا السند فتتنازل إما أن تقبض وإما أن لا تقبض شيء حصلت حالات كثيرة في مجتمعنا الفلسطيني وللأسف أن تنازلت النساء عن حقوقهن الشرعية بدون مقابل وإذ كان المقابل فهو يكون زهيد ولا يشكل المبلغ أو القيمة الحقيقية لحصصها الإرثية لحصصها الإرثية هل هذا الذي تقوم به المحكمة الشرعية الآن في موضوع التخارج ما هي الطريقة وما هي الآلية تحديدا وكيف ذلك يعزز من حق المرأة وعدم حرمانها من حقها الآن عملية التخارج في المحاكمة الشرعية وبموجب تعميم صادر عن سماحة رئيس المجلس لأعلى القضاء الشرعي بناء على قرار للمجلس لأعلى القضاء الشرعي أن عملية التخارج لا تتم إلا بعد مضي أربعة أشهر من موت المورث من وفاة المورث وهذا له علاقة بأن تستطيع المرأة ويستطيع أحد الرجل يعني الورثة أن يفكروا مليا وبحقوقهن وبمصالحهن في هذه التركة ولا تكون المرأة تحت الضغط النفسي نتيجة فقدانها للوالد أو الزوج أو إلى ما ذلك من المورثين نعم إذن فضلت الشيخ يحق للبرأة الفلسطينية أن تقوم بحصر الإرث وأيضا لا يكون التخارج قبل عملية حصر الإرث صحيح ذلك يعزز كثيرا من الاهتمام بحق المرأة من قبل المحكمة الشرعية المحكمة الشرعية منذ فترات طويلة وهي تقوم بمثل هذه الإجراءات حدثنا عن بعض الإجراءات التي قمت بها من أجل حق يعني من هذا التعميم يعني أول شيء أنه لا يتم تسجيل حجة التخارج إلا بعد مضي أربعة أشهر أيضا لا بد من تقديم تقرير مفصل من قبل مخمنين وخبراء في مجال العقارات عن التركة التي تركها هذا المورث أيضا لا بد من توقيع جميع الورثة جميع الورثة على هذا التقرير حتى لا يستفرد أحد الورثة بالحصول على حصص البعض دون الآخر بعد هذه الإجراءات يعني يتضح للمرأة ويتضح لكل الورثة ما هي القيمة الحقيقية لهذه التركة التي تركها المورثة القيمة الحقيقية من خلال خبراء مختصين ومعتمدين لدى الجهات الرسمية والمحكمة الشرعية بشكل خاص عملية التخارج تتم أن يأتي الورثة باتفاق فيما بينهم ويقدم استدعاء موضح به التخارج والتركة وقيمتها الحقيقية ما هو التخارج؟ هذه المباني والأراضي مبينة بالتفصيل وموقع الاستدعاء وموقع هذا التخمين من قبل جميع الورثة وما كان هذا التعميم إلا لمنع التحايل ومنع الظلم الواقع بحق المرأة يتقدم باستدعاء للمحكمة الشرعية يتم التدقيق ويتم عرض الأمر على الورثة الحاضرين الذين يريدون القيام بعملية التخارج وإفهام الجميع بالحقوق الحقيقية لكل واحد منهما من تركة مورثه من ثم يتم تنظيم محضر وإعادة تقسيم هذا التخارج بحيث يكون بيان للأسهم الشرعية ما قبل التخارج وبعد التخارج يفهم في حجة التخارج الشرعية ومن ثم يرسل إلى المحكمة العليا الشرعية لتدقيق هذا الاستدعاء خوفا من أن يكون هناك خلل ما في إجراءات المحكمة الابتدائية فإذا ما حصلت الموافقة يتم تسجيل التخارج في المحكمة الشرعية وإعطاء الورثة صورة مصدقة عن حجة التخارج الشرعية فضلت الشيخ أنت بيانتوا كيف تتعاملوا مع بعض العمليات التحايل التي يتم على المرأة من أجل أخذ حقوقها النقطة الأهم ماذا يمكن أن نقول المرأة الفلسطينية من أجل أن تتجنب هذا التحايل في بعض الأحيان الكثير من السيدات تعرضون لذلك يعني بعض النساء للأسف حتى هذه اللحظة لا يستطيعون الذهاب للمحكمة الشرعية أو يتخوفون من ذلك يعني هذا حق فرضه الله سبحانه وتعالى للذكر والأنثى هي لها الحق بالمطالبة بحقها الشرعي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وأن تستلم هذا الحق لا يكفي هنا أن نفهم المرأة وأن نعلمها بالإجراءات حتى تصل إلى المحكمة الشرعية لا بد من سن إجراءات وقوانين تمكن المرأة من الحصول على الحق الشرعي لها في الميراث بإمكان المرأة أن تتوجه إلى المحكمة الشرعية وأن تطلب سورة عن حجة حصر الإرض إذا كانت قد استخرجت حجة من قبل ويتضح لها حصتها الشرعية في هذه التركة وباستطاعتها أن تتقدم أيضا في المحكمة الشرعية إذا كان هناك خلاف ما بينها وبين الورثة بعمل ضبط تركة من خلال ضبط التركة هذا يتم الحكم لها بحقها الشرعي في ميراث مورثها انتقلت أنت على موضوع ضبط التركة متى تقوم المحكمة بأخذ مثل هذه القرارات يعني من الأمور التي يستطيع الإنسان أن يتقدم من المحكمة الشرعية أو الأسباب الموجبة لضبط التركة هي وجود أحد الورثة دون سن الثامن عشر من عمره أو فاقد للأهلية طلب أحد الورثة البالغين لضبط التركة غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه عدم وجود وارث للتركة عدم وجود وارث للتركة نعم طب فضلت الشيخ من خلال خبرتكم ومن خلال الأمور التي تأتي إليكم يوميا في دراج المحاكم هل لك أن توضح لنا أو تقرأ علينا بعض الحالات التي مرت عليكم من محاولات أهضم حقوق المرأة يعني هناك العديد من الحالات التي يعني عرضت على المحاكم الشرعية وهي تظهر من خلال زيادة في استدعاءات طلب ضبط التركة من الورثة البالغين يعني ضبط التركة حينما يتقدم به أحد الورثة البالغين يكون نتيجة خلاف مع الورثة ووجود بعض الورثة من واضع اليد على التركة من يتحايل من خلال فرض أمر واقع على هذه التركة بأن يقوم بإنشاء المباني وإيجاد الحفريات والمنشآت على هذه الأملاك وهو ليس بصاحب حق بجميع هذه التركة قد يكون من أصل الميت ساهم له عشرة أسهم فيقوم بالاستلاء على كامل التركة بحكم أنه هو الأخ الأكبر أو هو الأقوى أو هو من يضع اليد على هذه التركة قبل وفاة المورث نعم فضلت الشيخ بهذه الأحيان أيضا المرأة هي تخجل من مطالبة من أخوها مثلا بحقها هذا الموضوع ما يؤكد على أن فريدة المرأة هي ما زالت فريدة ضائعة في موضوع الخجل تحديدا دعنا نتكلم فيه يعني ما أخذ بالحياء فهو حرام أولا لا ينبغي للمرأة أن تخجل أو تستحي من مطالبة بحقها الشرعي قد تكون هي من صاحبة حاجة هي وأبنائها نعم صحيح وزوج هذه المرأة وباستطاعتها من خلال حصولها على حقها في التركة أن تنعم على أبنائها هذا من جانب من جانب آخر هو حق قد فرضه الله سبحانه وتعالى لها وفيه نصر للظالم قال الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا علمنا قال الصحابة علمنا كيف ننصره ظالما مظلوما يا رسول الله فكيف ننصره ظالما قال أن تأخذ بيده إلى الحق المرأة حينما تطلب بهذا الحق وتأخذ هذا الحق هي تمنع الوارث الآخر من الظلم وتمنعه من الجور وتمنعه من الاستلاء على حقوق الآخرين هنا لا بد من الإشارة أنه في مجتمعنا للأسف تغلب هذه الحالة بأن يتم التخارج عن طريق المخاجلة والحياء من هنا قلت لا بد من إيجاد إجراءات وقوانين تمكن المرأة للمطالبة بحقها لا يكفي أن يكون هناك وجود للقانون أو وجود محاكم لا بد من آليات لهذه المحاكم أن تمكن المرأة للمطالبة بحقها وأن تستلم حقوقها هناك كثير من المقترحات أمام المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ولكن حال البلاد كما تعلم أخي الكريم موضوع المجلس التشريعي والقرارات والقوانين والقرارات تحتاج إلى جهود حثيثة وكبيرة لإيجاد مثل هذه الحلول وبإذن الله سبحانه وتعالى نستطيع أن نمكن كل إنسان من أن يأخذ الحق الذي له نعم فضلت الشيخ أنتم والجميع الفلسطينية صاحبات العمال الأصالة تعاونتم فيما يخص موضوع الميرات تحديدا ميرات المرأة في الحملة القائمة من ضمنها كانت لقاءات توعوية في محافظة الخليل في قرى مختلفة كانت تميزت هذه اللقاءات بوجود رجال ونساء في نفس المجلس أو في نفس اللقاء ما مدى أهمية مثل هذه اللقاءات؟ يعني هي لقاءات مهمة ولقاءات توعوية للنساء وللرجال نعم أن يعرف الإنسان من خلال هذه المحاضرات وهذه اللقاءات يعني توضح لنا وظهر لنا كم هو الجهل في الأحكام الشرعية وكم هو الجهل في الحقوق الإرثية سواء عند النساء أو عند الرجال يعني كانت هذه اللقاءات والشكر موصول لمؤسسة أصالة لتبني مثل هذه الموضوعات من أجل أن يظهر لكل إنسان ويفهم كل إنسان ما له وما عليه نعم فضلت الشيخ نحن نشكرك جدا بعض الحالات أيضا التي مرت عليكم في هذه المناطق التي قمتم بزيارتها لو وضحت لنا قليل منها بشكل مختصر يعني من الحالات هي حالات متشابهة جميعا أنه عمليات تحايل كانت تحصل على المرأة من خلال التخارج الذي يتم في المحاكم الشرعية يعني هناك إحدى النسوة التي قالت سوف أطالب الورثة بحقي الحقيقي لأنه قد يعني مورس علي شيء من التحايل سأتوجه إلى المحاكم الشرعية وأطالب بضبط للتركة هي كانت قد تنازلت عن التركة من خلال الورقة عرفية نظمت خارج المحاكم الشرعية وليست من خلال يعني من أحد المساعدة القديمة من الإجراءات المتبعة في المحاكم والمؤسسات الرسمية يعني حالات كثيرة معظمها حالات تحايل يعني يأتوا بالأخت والوارثة والإخوة الكبار ويحاولوا أن يقنعوها بأن هذه التركة يجب أن تبقى لعائلتنا ولا يجب أن تخرج منها لعائلة أخرى وهذا يعني كله من الجهل ومن باب التحايل ومن باب أكل مال الناس بالباطل فلا يجب أن يعلم الجميع بأن هذا المراث هو حق للورثة ذكور وإناث ويجب أن تمكن المرأة من الحصول على حصصها الإرثية التي فرضها الله سبحانه وتعالى ومن يعتدي على هذه الحقوق فإن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد الله سبحانه وتعالى إن عاش هذا الإنسان وتمتع في هذه الأموال في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسب عليها يوم القيامة فضلت الشيخ نهاية رسالتك قبل أن تكون للمجتمع ككل رسالتك للمرأة أولا وثانيا للمجتمع ككل يعني أنا أتوجه للمرأة بأن تبحث وأن تعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن تعرف ما فرض الله سبحانه وتعالى لها من حقوق وأن لا تلتفت إلى بعض الأصوات الشاذة التي تشكك في هذا الدين الذي أعطى المرأة الحرية وأعطى المرأة الكرامة وأعطى المرأة الحق في المراث والحق باختيار الزوج والحق بالتعليم وكفل لها الحقوق الكثيرة التي لو حصلت عليها لكانت أسعد المخلوقات في هذه الدنيا وأطالب من يضع بغير حق اليد على تركة المرأة والقاصرين واليتامة أن يعطوا كل ذي حق حقه وأن الله سبحانه وتعالى لمن أكل مال اليتيم ولمن أكل أموال الناس بالباطل لبالمرصاد وشكرا نشكرك جزيلا فضيلة الشيخ جاد الجابري الأمين العام للمجلس الأعلى القضاء الشرعي شكرا جزيلا لك بارك الله مشاهدنا الأعزاء إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في حلقة جديدة نلقاكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر